أين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبلاءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تقولوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل أم ما تأملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا يقول للناس عليكم خجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدوا كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يسنوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويؤلمكم الكتاب والحكمة ويؤلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر صابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بيما فمن تطوأ خيرا فإن الله شاكر علي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائلون إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وكم كنفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم يوزرون وإلهكم إله واحد لا إله لا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والخلك التي تجني في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف رياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من يدون الله آدادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب اتبروا الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم مخارجين من النار يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُنُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيْبًا وَلَا تَتْبِعُوا خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُورٌ مُّبِينَ إنما يأمرهم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء سموا بكم عمي فهم لا يعقلون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ وَاشْكُرُونِ اللَّهِ إِنْ قُونَتُمْ إِيَّا وَتَعْبُدُونَ إِنَّ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَ تَوَدَّمَ وَلَحْمَ الْخِزِيرِ وَمَا أُخِلَّ بِهِنِ غَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ إِنَّ اللَّهَ عَبَقُونَ إِنَّ اللَّهَ عَبَقُونَ فَمَا أُخِلَّ بِهِنِ غَيْرِ اللَّهِ فَمَلِقْتُرَّ غَيْرَ بَانٍ وَلَا عَدٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وَحِيلٌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ فَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ فَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أولئك ما يأكلون في بتونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم أذاب أليم أولئك الذين اشتروا الطلالة بأهدى فما ربيت تجارتهم أولئك الذين اشتروا الطلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله ليس ذلك ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتابنا في شقاق بعيد ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق